اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامجكم حياتنا الحقيقة ان حياتنا مليئة بالأحداث فيها أحداث جميلة وبعض الأحداث اللي بتزعل بعض الناس لكن المهم مش ان احنا نتابع الأحداث ونتكلم في الجزئية اللي هي ممكن او الأخبار اللي بتزعل بعض الناس لا المفروض ان احنا يكون عندنا شيء إيجابي ان احنا دائما بنتابع الموضوعات الإيجابية حياتنا مليئة بالإيجابيات اي نعم احنا عندنا بعض السلبيات ولكن المهم ان احنا بجد نكون عارفين ايه اللي بيحصل عندنا في مصر وايه الإيجابيات الموجودة عندنا في حياتنا أشياء جميلة جدا لو اتكلمنا في حياتنا هنتكلم على الجانب الشخصي الجانب الاجتماعي الجانب الاقتصادي هناك العديد من الجوانب والموضوعات اللي احنا نتكلم عليها واللي بتهم كل واحد فينا وبترسم له طريق لحياته طريق يكون هادف وطريق يكون جميل النهاردة في حياتنا هيكون ضيفي وضيفكم النهاردة المهندس صلاح السكري الخبير الاقتصادي المصري ويعتبر سفير اقتصادي لعديد من الدول العربية والعالمية هنتكلم معاه في موضوعات كثيرة جدا ان شاء الله تنال اعجابكم وبنرحب بضيفنا الكريم مهندس صلاح السكري اهلا وسهلا بحضرك اهلا بحضرك دكتور اهلا بك اهلا حياتنا فيها تفاعل نعم وفيها نجاح ولولا ان احنا عندنا تفاعل وعندنا وبنحب بكرة وشايفيني فيه مستقبل جميل مش هنوصل لغاية النهاردة كده احنا عندنا تفاعل جميل جدا يعني حضرتك بالمناسبة النهاردة سيدة الرئيس عرفتاح سيسي بيفتتاح مشاريع املاقة مشاريع ضخمة نعم عندنا النهاردة في اسكندرية مشروع زي مشروع اه المحمودية ترعت المحمودية اللي كانت كلها اه مشاكل كتيرة جدا كانت لما كمية من العشوائيات ترعى مليئة بالقمامة والبكتيريا والزباب تشوف حضرتك لما تمشي تمشي عليها دلوقتي احنا ماشيين في دولة اوروبية بالمستقبل الباهر للدولة بالدولة بتاعتنا لما تشوف حضرتك عكس ما كانوا بينشدوه اعضاء الوطن بتوعنا ان الجوامع تهدت نعم جوامع الجيش بيهد الجوامع علشان يقلبوا المواطنين المصريين على الخير بيلعبوا بمشاعر المصريين بالمشاعر المصريين لانهم عارفين ان المصريين بيحبوا وطنهم وبيحبوا دينهم فبيحاولوا يقلبوا الناس اللي هما الغلابة يقولوا بص الجوامع تعال اتفرج النهاردة الجوامع اللي تبانت على ترعة المحمودية بالجمال مش ترعة المحمودية بس يا صلاح بيهد بكل حتة في مصر في كل حتة لا احنا بنتكلم على ترعة المحمودية بالذات ان كان عليها كمية من الجوامع اتفرج بقى عالتنصيق الجمالي للجوامع اللي اتبنت فيها والكنائس اللي اتبنت الكنائس اتهدت اتبنت الجوامع اللي اتهدت اتبنت بقى بتنصيق جمالي بفكر حضاري بالتكيف بتكيفات عندنا جامع اتبنى جامع الفريق عبدالله عمرياض من اكبر الجوامع دي في مدخل اسكندرية فحنا النهاردة لا عندنا عقد حركة مرور لا عندنا قمامة في الشوارع عندنا طرق ممهدة يعني نهاردة الدولة المصرية بصة لجميع النواحي بتاعت حياتنا حتى الاعلام لما نيجي نتكلم نهاردة حتى الاعلام باصص برضو لحياتنا لما نيجي النهاردة مسلسل زي مسلسل الاختيار نعم طبعا اصل في كتير من المصريين بشكل من جدا الوصل رسائل متعددة للوطنية والانتماء وحب الوطن ودفاع عن مقدارات الوطن وجيه في وقت وجيه في وقتي كان جميل جدا وقت كرونا والناس قاعدة قاعدة في وقت كتير كانت الناس قاعدة في البيت فحنا قاعدين بقى منتظرين مسلسل الاختيار وبنشوف الملحمة الجميلة اللي بينشدها الجيش المصري يعني مع كل المرارة اللي فيها لكن كنا بنشوف في نجاح قدام المرارة دي بالانتصارات اللي بحققها الجيش المصري على الارهاب داخل سيناء نعم وبنوري للعالم كله يعني احنا كمان بنغير الصورة طبعا للدول العالمين رسالة بنوجه للعالم كله من خلال متابعتنا لهذه الأحداث لطرق تنمية طيب يعني حضرتك كلمتيني على زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالحقيقة نحنا متابعين من فترة كبيرة جدا كم هائل من المشروعات اللي موجودة خاصة بالتنمية والنقل والاراضي موضوع المليون ونصف الدان وبسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا وحاجة مفرحة جدا كلمني النهاردة عن زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة أسكندرية شعورك كمواطن أسكندري النهاردة وشعور الشعب الأسكندراني النهاردة بوجود فخامة الرئيس بالأسكندرية الشعب الأسكندراني كان في الأول قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي كان بحاول أنا أهرب من أسكندرية إزاي أنا عايز أهرب من أسكندرية أسكندرية مزدحمة أسكندرية ما فيش أماكن نروحها أسكندرية الطريق الوحيد بتاعنا هو طريق الكورنيش دلوقتي الرئيس عبدالفتاح السيسي حط إيده على كل الأوجاع بتاعتنا كل الأوجاع بيحاول يحلهانا عشان نعيش حياة راقية مثل وقت الشعوب لو حضرتك بصيت على بشاير الخير اللي تبانت حاليا حاجة كانت من أراضي كانت فيها قمامة وزبالة إلى عمارات شاهقة إلى عمارات نظيفة إلى بيئة صالحة للإسكان دي حاجة مختلفة خالص البحيرات وحضرتك داخل مدينة اسكندرية كانت في بحيرات علمين وعلى الشمال كان كل واحد عنده قمامة يروح يرميها في البحيرات دي وتبقى مقلب للزبالة تعليمات سأف خامة الرئيسة على فتاة السيسي بتنظيف هذه البحيرات واجعلها منطقة صالحة للإستزراع السمكي يعني للإستزراع السمكية ما عمل فيها أحوات سمكية ومستصمر بدل ما هي مناطق تبقى مضرة للبلد بنقدر نستغلها في الإستزمار حضرتك كنا احنا راحين جايين نلاقي الناس بتطرد علينا أسماك كنا خافنا كلها ناكل منها الأسماك دي كانت مضرة بسبب القمامة في الغز على القمامة دلوقتي فخامة الرئيس تعليماته ان الحاجات دي مش تتنظف لا اتنظفت خلاص مفيش قمامة فيها وتنظفت وتشالت منها ورد الورد بيت احنا في محافظة الكل حاليا بيتهافت النيجي يعيش فيها لما نيجي نشوف ترأت المحمودية زمن وترأت المحمودية فيش ترأت المحمودية دلوقتي بيئة ما تردمتش بحرة ترأت المحمودية ترأت المحمودية انتقلت إلى أنابيب بيت المية ماشية في أنابيب مغطاة يعني احنا مش ردمنا البحيرة ورحد رحمد صلاح ان الموضوع ده مش على طرأة المحمودية بس ده كل يعني تقدر تقول ان اكتر من 80 او 90% من الترأة اللي موجودة في محافظات مصر وقرى مصر ونجوع مصر تم تنفيذ هذا عملها بخطوط أنابيب بس الاسكندرانية كانوا بيعيشوا ألم بسبب الازدحام نعم خاصة في الصيف لان كده كل المحافظات بتجي اسكندرية على شال اسكندرية هي دولة هي محافظة صاحلية فالناس اتعودت ان هو يروح اسكندرية يصيفه في محافظة الاسكندرية فكان بيعيشه مرارة الازدحام المروري دلوقتي اتفرج على ثلاثة المرور في محافظة الاسكندرية جمال الاسكندرية دلوقتي يعني بيد بالفعل هي عروس البحر الابد المتوسط برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة عايزين نوجيها للناس اللي دايما بتشاكك في الانجازات الناس مش حاسة الناس دي او الفئة من الناس دي هم حطنفع اعتقاد انهم مش حاسين بالانجازات دي بالرغم ان اكتر من يعني مش عايزة اقول نسبة كبيرة جدا من الشعب المصري ممكن على مستوى العالم ان احنا احنا بنتكلم في حاجات في ارض الواقع عندنا قطرات بنستوردة من برا بنطور في السكة الحديد بنطور في الطرق عندنا انفاق كتيرة بنعملها شجالين عندنا مشروعات قومية كبيرة جدا حضرتك بصفتك رجل اعمال ورجل اقتصادي من التنازل الاول ورجل صاحب صناعة مصرية وطنية مية في المية رسالة المجهة للناس دي نقول لهم ايه اعضاء الوطن هما بيتكلموا كتير بيحاولوا يجذبوا العقول اللي هي ما عندهاش فكر ما تعرفش اي حاجة عن الانجازات بتاعت فخامة الانجازات المصرية اللي حاليا موجودة على الارض الواقع فهم بيستغلوا هذه العقول الضعيفة وبيحاولوا واستقطبوهم 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 اليها وكل حاجة يعني لو تهدي مسجد النهاردة يقول لك المسجد دا تهد هو مش بقول ان المسجد دا تهد عشان بكرة يتبني احسن منه هو بياخد الجزء الظهر ليوصل بيرسالة سيئة عن عن الفعل عن الفعل اللي هو لما طريق زي طريق مصر الاسكندرية الصحراوي هم شغالين في الطريق علشان يقول لك لا دي بص شوف الطريق الطريق دا خدوا اراضي الناس الطريق دا اتدمر دلوقتي بعد الطريق ما وصل لهذا الجمال اللي فيه ما جابوش الانجازات وما تكلموش عليها خالص لو اتكلمنا النهاردة على السكة الحديدة المصرية تعال اتكلم عن السكة الحديدة احنا يعني شغالين استوردنا قطرات من بره بالاسبانيا ومع ذلك برضو شغالين في صناعة عربات سكة الحديد مش بيستولد دس وشغالين في صناعة سكة الحديد عامل معادلة ما بين الصلاعة المحلية ابل الظبط كده مصالع الانتاج الحربي شغالة بكامل طاقتها لصناعة العربات سكة الحديد زائد من الصناعة بس النهاردة بيدي الدروس ومحاضرات بيأهل ويعلم ويضرب الناس اللي تجتعل سواء فنيين او اداريين اللي هما اللي هما السوائين بتوقع قطرات سكر حديد طبعا علشان يبيتعامل مع المواطن المصري معاملة جيدة ومعاملة كويسة تناسب المواطن المصري ده اللي هو لكن الاعداء الوطن مش عايزين ننجح في اي حاجة خالص ويجب الانتباه لهذا الموضوع طيب احنا عندنا في مصر بصراحة نتعامل مع بعض القضايا الشائكة وتعدي بعض الاشخاص من الدول العربية سواء كانوا صحفيين او مواطنين عاديين على بعض الدول العربية عن طريق السوشال ميديا وموقع تفصل الاجتماع بصفة عامة انا كاعلامي النهاردة لما باجي اتكلم مع الناس دي بقول وجهة نظري ان انا لما حارب اوجه رسالة الناس دي او ان احاربها احاربها بالفكر بتاعي مش ان انا ارد بنفس الاسلوب على هذا الصحفي او هذي الاعلامية او هذا الشخص اللي تطاول على مصر او تطاول على اي دولة عربية اخرى وجهة نظر حضرتك في هذا العداء او هذا السلوك الشيين وهذا السلوك السيء من بعض من هذي الاشخاص وازاي ان احنا بجد نرد عليهم كاعلاميين وكوطنيين زي حضرتك هو حضرتك في المسأل عندنا بقولك لا ترجم الا الشجرة الطريح والناس دي اللي هنا شايفين احنا في قمة وان احنا كل يوم بنرتقي وكل يوم مستقبل بتاعنا افضل فهما يعني هو الاشخاص اللي بتتكلم دي مش بتتكلم من داخلها لا الاشخاص اللي بتتكلم دي بتتكلم بلسان دول معادية لينا الدول ما بتحبش الوطن الوطن المصري او الدول العربية هي الاشخاص دي بتتكلم بلسانها وبسط لو نظرة الناس دي تلاقي ان الاشخاص دي تعمل لصالح بعض الدول زي ايران زي البعض الدول اللي ما بتحبش استقرار المنطقة ولا استقرار الوطن العربي فهو بيؤول بيؤول الاحديث بيعمل انقلابات داخلية عنده وفكرية وفكرية على اساس زي موحد يدخل مثلا يلاقي واحد مواطن مصري فيه الدولة بتاعته يروح بالسباب والشتيمة علشان الشعب المصري يبدأ يرد هو ده اللي بتكلم عليك المفروض ان احنا كآلمين او جهات مؤسسات موجودة في الدولة او مثقفين او حتى رجال اعمال بمسل مصري فيه كثير والعديد من الدول العربية ان احنا نرد بأدب ونطالب باخذ حقوقنا وحقوق المصريين من هؤلاء الاشخاص السلبيين بشكل ايجابي الاعلام المصري الاعلام المصري او السياسيين بيرده بشكل ايجابي و بشكل كويس جدا هو اللي حضرتك مقدرش تمسكه المواطن المصري المواطن المصري بيرد بمشاعره لما بيجي النهاردة شوف حد بيتكلم مع مواطن مصري بره بصورة غير لائقة هو بيرد بمشاعره مش ب يعني ايه برد فعل عشوائي هو كده انا باتكلم كمان على الاعلام هناك بعض المنصات الاعلامية اللي بتواجه الفجر الهدام بفكر سيء اخر هو ده لا باتكلم فيه ده امر غير امر غير مقبول وامر ما ينفعش معنا خالص يعني حضرتك دلوقتي النهاردة جاي انت بتتكلم فيه رسالة او موضوع بتعادي فيه بلدي وانا راجل مواطن وراجل بحب بلدي انا هقنعك اعلامي ان فكرك غلط وان كلامك مش مضبوط بالظبط كده بس هقنعك بالاطرحات والكلام والادلة والادلة والبرهيل بتاعتنا وان احنا بلدنا كويسة بزبط كده وفيه تقدم وفيه فكر وفيه انجازات ونكذا ده المفروض هو ينفع مثلا لما نمسك ارهابي مثلا في سينة بينتمي دولة معادية نروح نضرب نروح نضرب الدولة اللي هو جاي منها ما ينفعش الكلام ده ما هو نفس الكلام يعني لما يلاقي مثلا ارهابي جاي من دولة اي دولة من الدول وبيحمل جنسية اجنبية اروح اضرب الدولة دي مش اضربها انا بتكلم يبنا بعامل الفكر مش بنفس الطريقة يعني هو جاي عديني دخل بس انا ما بعملوش بهذه الطريقة لازم انا بوجه رسالة للدول وللفكر المعادية ده ان احنا الدولة لنا ثقافة ولنا خضارة ولنا يعني استوبراكي في التعامل مش دولة همجية زي الدولة همجية اللي هي بتتعامل بهذه الاسطوب احنا مش كده شعب المصري والدولة المصرية طول عمرها صحبة حضارة صحبة ثقافة صحبة فكر الدولة المصرية وخاصة احنا عندنا كمان الازهر بتاعنا الله مرأة اصبت يعني مكان حتى يعني احنا لسه من فترة قريبة جدا كان فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر بيزور بعض الدول وهناك ترحيب وافتخار بمشيخة الازهر وبشيخ الازهر وبالامام وبمصر بشكل احنا كناك مصريين لازم نفخر البعثات البعثات اللي بتخرج من الازهر قولي الدول الدول اللي جنبينا فين البعثات بتاعتها اللي بتخرج للدول الاجنبية عشان تقول لها الاسلام والتعاليم الاسلام والسلام والمحبة وكل ده ده كل ده اللي بنشده الازهر اللي طالع من مصر مش طالع من حد تانية فحنا بنقول للناس برضو تتعامل مع الفكر بفكر مش بتتعامل مع بهمجية واسطوب غير مقبول طيب اتكلمنا على بعض الجوائل المعايزين ناخد الجانب بقى النهاردة احنا بنكلم في حياتنا وحياتنا بيسودها بعض المواقف والسلوك المتغيرة عند بعض الأفراد ومنتكلم على منظور الأخلاقي لدى المجتمع ولدى المواطن المصري كيف ترى المواطن المصري في ظل يعني الأحداث الكثيرة جدا اللي بتحدث في الشارع والتطور الرهيب في التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وتعامل بعض الأفراد مع هذه الوسائل بطريقة خاطئة نصحتك نقول للشباب دول ايه هو في بعض الناس بتدخل بتنشر أفكار هدامة للشباب المصري فلازم على فيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لكلها رقابة فيجب ان فيه رقابة على هذه والناس اللي بتبس هذه السموم للشباب المصري هي أصدقها هدم الشباب المصري وبالتالي لما تهدم الشباب المصري بتهدم مستقبل مصري فدي في حضرتك مجموعات موجودة في بعض الدول ورصادتها بعض ورصادتها لأجهزة عندنا إن فيه ناس قعدة علشان ترسل لنا أفكار هدامة للشباب لذلك لما تكلم أي شاب تلاقي هو معندوش يعني عندو ملل وعندو زهق وعندو ليه بسبب نهاردة طوله نهار ماسك فيسبوك وقعد ايه وقعد يتصحب فيه هو مش نازل يشتغل عارف هو حضرتك لو مارس الرياضة لو نازل يشتغل لو قعد يقرأ هيبعد بس عنه يغير من السلوكيات السلوكيات بتاعته فحشوف الحياة بتاعته هي جميلة طبعا فالحياة بتاعتنا مليئة بإيجابيات بإيجابيات كثيرة لكن لما نشوف الطريق الصحيح لهذه الإيجابيات وهو يحاول يسلقها وفيه شباب كتير وده دول الإعلام ليه جزء كبير ده 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 شي طبيعي يعني يعني توجيه الشباب دول في الحاجات الإيجابية ودائما احنا بنتطلع نتكلف لما بقولوا انه فيه إنجازات وفيه إيجابيات موجودة فيه تطور فيه تنمية فيه فيه احنا بنتطلعش نقول الكلام ده وخلاص احنا بنتطلعش نقول أي معلومة إلا ان احنا تطلعنا وعملنا سيرش عن هذه المعلومة وتأكدنا وتابعنا ورصدنا بالضبط فأنا ما فرض انه انت لو بتصد في هذا الإعلامي ويقول هذا الكلام ابحث انت كمان كشاب النهاردة بدل ما انت بتستخدم التكنولوجيا بشكل خاطئ وبضيع عليها وقت فرق كتير جدا ما تستفدش منها حاجة ابحث وراء المعلومات اللي بتهمك واللي بتهم المجتمعك واللي بتهم بلغك الدول الأسوية باستخدم التكنولوجيا في الاستثمار يعني تلاقي الشاب النهاردة ماسك التلفون بتاعه ده التلفون بتاعه ده عامله على انه هو مشروع صح بيرسل ليه اصحابه بيرسل للمجموعات اللي عليه بيرسلهم المنتجات اللي عنده المشاريع اللي عنده بيعمله استثمار دي الدول اللي هي الدول الجنوب شرق آسيا اللي هي الصين طايلند الكلام ده بيعمل هذا الموضوع مش بيمسك التلفون بتاعه علشان يرسل كل يوم رسالة وخلاص او الصحف الفيسبوك او لا 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 ده هو عامل التلفون بتاعه مشروع بيكسب منه بيربح منه ده اللي احنا قلوه عليه الاستخدام الامثل للتكنولوجيا هو ده ابنك انت بتستخدم التكنولوجيا بتستمتع بها بعض الوقت ولكن بتستسمرها وتكسب منها في معظم الوقت هو دلوقتي الشباب بتاعنا يعني ما شاء الله عليه مسك التلفون بتاعه كيسبوك والبابجي والرحاب البابجي ده اللي هو بقى لربنا رزعنا به 24 ساعة مسك البابجي ده طوله نهار شغال فيه وعينهم بحلاقة ونظره يضعف ونظره يضعف ونروح للدكتور وابوه يصرف عليه بسبب لعبة اللعبة دي ده مشكلة بس الصلابية احنا كمان بتتكلم على موضوع ان التكنولوجيا واستخدامها الخاطئ والفترات طويلة جدا بيتسبب في نوع من عمل فجوة ما بين الأسرة ما بين الأسرة نهاردة بتدخل البيت النهاردة بتلاقي رب الأسرة وزوجته كل واحد كل واحد مسك التلفون وشغال وشغال عليه بقى بيلعب بابجي واللي بيلعب مشكلة لا ده انا شفت حاجة تانية بقى ده هو قعد في قوضة واخوه قعد في قوضة تانية وعملين بيلعبوا مع بعض وعادي للساعة ثلاثة اربعة الفجر تمام بيلعبوا مع بعض بالبابجي ده يعني كمان يعني وممكن كمان يعني يعني طب روع ام يعني ام صلي اعمل اي مفيش مفيش هو طالع مستمتع باللعب مستمتع باللعب ده وخلاص ده هي دي المشكلة الكبيرة في احنا برضو بنقول ان احنا قادرنا وان احنا دايما بنوعي الناس بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لان بجد السوشيال ميديا لها اثر كبير جدا في تغييد سلوك الافراد لو انا النهاردة اطلقت الموضوع على العام وسبت المجتمع يستخدم هذه التكنولوجيا بطرق غير صحيحة النتائج هتكون سلبية جدا وبالتالي هتأثر على المجتمع وهتأثر على الوطن بالزبط 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 فالسال قوية جدا برضو هرجع برضو نقطة مهمة جدا نعم ان القوات المسلحة عملت مدارس اطفاله النهاردة علشان تعلم الشاب الطفل نعم يعني هم ستة في داي تقريبا كده بياخدوا علشان يعلموا المسئولية عشان يطلع رجل صالح للدولة غير بقى المواطنين عندنا النهاردة نهو بيدللوا ويدلعوا في الطفل بتاعهم فالمواطن لما بيتحمل المسئولية بيعود على الطفل برضو بتاعه نهو بيبقى ولد صالح بيتحمل المسئولية عن والدي فلحنا بندعوه دلوقتي ان الشباب بتاعنا يبقى شباب واعي شباب مصقف مش يضيع الوقت بتاعه هباء الميسورة لازم الوقت بتاعه يعرف الوقت بتاعه ده وقت استثماري شوف حيستثمره في حاجة تعود عليه بالنفع وتعود على الوطن بتاعه بالنفع بالضبط طيب اتكلمنا عن الشباب واتكلمنا على بعض السلوكيات الافراد في المجتمع واتكلمنا كمان عن التنمية عايزين نتكلم بقى بصفة حضرتك سافر اتصادي لبعض الصناعات الوطنية المصرية 100% واللي لها تواجد بشكل كبير جدا يمكن في العديد من دول العالم يمكن عندنا استثمارات في الصين وفي امريكا الجنوبية والامارات ودول المغرب العربي حاجة مشارفة جدا لأي مصري كلمنا عن تعامل هذه الدول سواء كانت الاجنبية او العربية وفكرهم عن المصريين وعن شعب مصر اللي انت بتشعر به لما بتنزل دولة زي دولة الامارات دولة زي دولة المغرب زي الصين زي هنا ويعرفوا انك انت راجل اعمال مصري وليك اتصمارات هنا بيتعاملوا مع حضرتك ازاي الدولة زي دولة الامارات العربية بيعتبروا المصريين دول اشقاء نعم لها وبيعني اتعامل بتاحهم وبيحبوا بيحبوا الفكر المصري ان الفكر المصري دايما متطور عندهم وبيزللهم كل الصعب بيحبوا المنتجات المصرية لان المنتجات المصرية دلوقتي عليها رقابة وخاصة جهاز حماية المستهلك عليها رقابة على المنتجات المصرية وفي تطور رهيب دلوقتي في المنتجات المصرية وخاصة الادوية المصرية الادوية المصرية النهاردة كفاءة عالية تنافس منها اناظرها الامريكي والاوروبي يعني انا قابلت بعض دكاتر المصريين خارج مصر قاللي ان الادوية يلی عندنها في مصر مش موجوده في بعض الدول امريكيه او دول اوروبية بالكمده وبالكفاءة دي بجد برضو بعض الدول العربية غير الدول غير الدول لـ الامرات العربية المتحدة بعض الدول العربية انا لحظت برضو كمجال ادوية ان هما معندهمش الامكانيات الي انت لامكانيات المصرية في الادوية الطبية لذلك ان هما بيحبوا الادوية المصرية وخاصة يعني اما زورت بعض الدول مش عايز اقول الدول عشان ما نبشي ان احنا نقول ان في مشاكل عندها في الادوية بتاعتها انا ما زورت بعض الدول العربية فلقيت ان الناس اللي هما المواطنين اللي فيها بيشكوا من الدول اللي فيها بيقول احنا الدول بتاعتنا الدول غير كف يعني مش بيشكوا من قلته ودهو بيشكوا كمان من المادة الفعالة او الدودة بتاعته بقولك ان ده المادة الفعالة بتاعت الدواء المصري غير الدواء اللي عندي خالص الدواء اللي عندي مختلف تماما على الدواء المصري يعني انا عشان اوصل الدواء المصري اذا كنت باخد حباية من الدواء المصري فانا عايز الدواء بتاعتها عشر عشر حبايات عشان يباوصل الكفاعة وبالتالي بيبقى فيه السعر عالي على المستهلك ده زائد ده كمان مش كده ده هو اساسا السعر كمان عنده عالي يعني هو المنتج بتاعه فعاليته قليلة فعاليته قليلة وسعر عالي للدول مصر و سعر عالي نعم شوف شتان الفرق فالدولة المصرية بتنتج دولة أدوية في منتج جمال ذاتة فعالية ذات سعر رخيص فدي حاجة جميلة جدا يعني بتشوف من المنتجات المصرية وصنعة في مصر بتشوف احترام الناس ديك في الدول اللي انت بتزورها سواء أجنبية أو دول عربية فيقولك ده المنتج ده مصري المنتج محترم معنى منتج محترم بالشعب ده محترم هو ده اللي بتشعر به في الدول اللي احنا بنزورها زائد النهار ده احنا دخلنا صناعات كبيرة في مصر صناعات السيارات دخلها بثقل يعني تحويل برضو السيارات من من استخدام الديزل والبنزين من ديزل غاز طبيعي هذا موضوع جميل جدا آه فدي حديث علشان يعمل طفرة بيعمل طفرة وبيوفر لي فلوس كتيرة في المنتجات اللي بتتحمل على المنتج التام وطبعا يمكن موضوع يعني التحويل لاستخدام السيارات من سولار أو بنزين إلى غاز طبيعي ده موضوع شك جدا ان شاء الله نتكلم فيه في حضرات أو في حلقات قادمة ان شاء الله طبعا بنشكر حضرتك يا بش مهند الصلاح على تواجدك معنا في هذه الحلقة اللي بنتكلم فيها على بعض الأحداث اللي بتمر بحياة المواطن المصري واللي احنا بنشهد بالإنجازات والإيجابيات الموجودة في المجتمع شرفتنا ونورتنا شكرا دكتور بقناة صحة وجمال قناة الشعب شكرا دكتور مهند صلاح السكري رئيس مجلس إدارة شركة اكس موبر والخبير الاقتصادي بنشكر حضرتك على التواجدكم معنا شكرا دكتور وبنشكر حضراتكم أعزائي المشاهدين على متابعتكم لبرنامج حياتنا وإن شاء الله بإذن الله القادم أفضل في كل موقف من مواقف حياتنا وإحنا مع مصر مع الوطن مع كل مؤسسات الدولة في كل ما يفيد وكل ما ينفع المواطن المصري في كل مكان تابعونا في بنامج حياتنا على الصحة والجمال نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته